بيان الرسمي لمديرية الأمن الوطني العامة التي نشرته صبيحة اليوم الأربعاء حيث أعلنت أن مصالحها بشرت تحقيقا في سحة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعية الذي يظهر سلوكا غير لائقنا لبعض أعوان حفظ النظام أثناء تأدية مهمتهم في إعادة حفظ النظام بمرعب 5 جوليا وأنها ستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة وهذا عقب مباراة مولودية الجزائر واتحاد بل عباسة وأضف بيان المديرية العامة للأمن الوطنية أنها سجلت إصابة 18 شرطيا منهم أربع في حال خطيرة بالإضافة إلى 22 مناصرا مصابين وتحطيم 10 مركبات تابعة للمديرية العامة للأمن الوطنية ومركبة خاصة وصيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية كما كشفت المديرية العامة أنها أوقفت 42 شخصا أثناء هذه الأحداث 22 منهم بسبب الإخلال بالنظام العامة والآخرون بسبب حيازة أسلحة بيضاءة ومخدرات ومؤثرة عقلية بيان المديرية العامة للأمن الوطني ناشد الأنصار في كافة ملاعب الوطن إلى التحلي بالروح الرياضية